النبي عليه الصلاة والسلام كما سبت في الصحيح قاتل ودافع عنه جبريل عليه السلام عن يمينه وعن يساري ميكائيل عليه السلام وهذا سبت في الصحيح وسعد ابن أبي وقاص كما عند أبي نعيم في حلية الأولياء وقال والسند متصل عنده وصرح ابن إصحاط بالتحديث فيقول إن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رجلين أحدهم عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام يرتدون سيابا ضيب أحدهم عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام والآخر عن يساره وكان يقاتلان كأشد ما يكون القتال يعني يدافعان عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم أرهما من قبل ولا من بعد يعني هو لم يعرف هما فهما جبريل عليه السلام وميكائيل لأن الله سبحانه وتعالى عصم النبي وعصم النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل لكن لم يعصموا عن الجراحات فاذا يجري عليه ما يجري على الناس قل إنما أنا بشر مثل